السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلابة المرحلة السنوية أهلا وسهلا بكم مع أولى حصاص الأونلاين لمادة اللغة الإنجليزية معكم مستر محمد زغنبا والنهاردة إن شاء الله هنبتدي أولى حصاصنا الأونلاين على مناصف مصر المصرية التعليمية طيب طبعا السؤال الشامل بال معظم الطلبة بما أننا لسه في بداية السنة الدراسية بتاعتنا إحنا في مادة اللغة الإنجليزية حابين نعرف بعض الأساسيات اللي حتساعدنا على دراس المنهج بتاعنا المنهج بتاعنا وزي ما ذكرنا قبل كده في فيديوهات سابقة أن إحنا بندرس لغة إنجليزية يعني إيه؟ يعني إحنا ما بندرس مادة عادي واللغة بتبقى طبعا زي ما حضراتكم عارفين لغة متراكمة يعني مدنية على معلومات السنين اللي حضرتك أخدتها قبل كده من أول ما بدأت دراس اللغة الإنجليزية فبالتالي منهج اللغة الإنجليزية كل عام بيحتاج من حضرتك اللي أنت تبقى متذكر أو على دراية بالمواد أو بالحاجات اللي أنت أخدتها السنين اللي فاتت دي كلها فما ينفعش نبتدي سنة جديدة ويدخلين على سنة دراسية جديدة وإحنا مش فاكرين اللي إحنا أخدنا السنين اللي فاتت ولما بنتكلم النهاردة خاصة بنتكلم عن المرحلة السنوية المرحلة السنوية يا جماعة طبعا هي تعتبر هي نتاج المراحل كلها بعد ما حضرتك خلصت عن مرحلة التأسيس في الابتدائية وبعد كده أسقلت معلوماتك وزودت المعلومات بتاعتك في المرحلة الإعدادية بنبتدي في المرحلة السنوية ده النتاج العام والنهائي قبل ما تتخرب وتنتقل إلى المرحلة الجامعية وبنقس مهاراتك في اللغة الإنجليزية فعشان كده حبيت النهاردة أول حصة مع بعض وأول محاضرة في اللغة الإنجليزية تكون عن بعض الأساسيات اللي لازم نبتدي بيها قبل ما نخش في المنهج بتاعنا ونتكلم فيه بالتفصيل طيب النهاردة لما هنتكلم عن البايزيكس بتاعتنا في الإنجليش فاحنا من أهم الحاجات البايزيكس والأهم الحاجات اللي احنا لازم نكون متقربين عليها كويس وده موجود عندنا وحنقابله في الدراسة بتاعتنا في خلال المنهج بتاعنا وهي حاجة اسمها السكيلز الجزء السكيلز أو المهاري جزء المهارات المتعلقة باللغة الإنجليزية ده جزء بيقيس مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية يعني بمعنى تاني إيه اللي انت حصلته خلال دراسةك السنين اللي فاتت من اللغة الإنجليزية قادرت تستوعب اللي انت استفدت منه أو اللي انت أخدته قبل كده هتقدر تستوعبه وتطبقه على أرض الواقع ولا لأ طيب لما نيجي نتكلم عن اللي سكيلز فاللغة الإنجليزية زي جميع اللغات بتحتوي على فور سكيلز الفور سكيلز بتاعنا اللي هي المهارات الأساسية بتاعت أي لغة طبعا مهارة الريدينج بلس اللي احنا نومبر تو وعندنا مهارة السبيكينج عندنا مهارة الريتينج وعندنا مهارة الليسنينج لما بنجي نقيس المهارات دية للطالب فاحنا بنستوعب هنا أو بنشوف درجة استعاب الطالب هل هو فعلا استوعب الأربع مهارات استوعب المعلومات اللي أخدها في اللغة قدر يطبق الكلام ده بشكل صحيح ولا لأ فما حنيجي نتكلم النهاردة حنتكلم على السكيلز بتاعتنا وطبعا بالأخص ده حيفيد أكتر طلبة الصف الثالث السنوي بما أن هي المرحلة الأخيرة من مرحلة الدراسة السنوية فده حيفيده أكتر وحيفيده كمان في المنهج بتاعه بشكل كبير جدا اللي بيعتمد على شكل كبير من المهارات وزي ما حضراتكو أكيد سمعتو أو أكيد شفتو اللي حصل في امتحان سنوية عامة سنة عشرين ثلاثة وعشرين آخر امتحان للصف الثالث الثانوي لو حد فيكو شاف الامتحان وجرب أنه هو يستطلع الامتحان ويشوف المعلومات اللي فيه هيتضح أن دلوقتي امتحان السنوية العامة صف الثالث الثانوي ونفس الحال في الصف الأول والصف الثاني لو بسيط هتلاقي أكتر من خمسة وسبعين في المية من نسبة الأسئلة في امتحان آخر العام بيحتوي أو بيعتمد بالشكل الأساسي على مهارات الطالب سواء كانت مهارة فطبعا بيجي لنا سؤال كتعة الفهم وطبعا بيجي لك عليها أسئلة من خلال إرائتك وفهمك للكطعة بتجاوب على الأسئلة دي عندنا مهارة فطبعا بيقس حضرتك بتعرف تكتب انجليش بطريقة صحيحة ولا لأ ففي سؤال خاص بالرائتنج فطبعا وده بتتدرب عليه من الصف الأول الثانوي للصف الثاني لحد ما توصل للصف الثالث كل الحاجات دي دي أنواع مختلفة من أنواع الكتاب بلاس كمان اللي احنا عندنا مهارة من ضمن المهارات الأساسية في المرحلة الصنوية بالنسبة لها الإنجليزية وهي فطبعا مهارة الترانزليشن دي بتقيس المهارة بتاعت حضرتك في نقل من اللغة للغة التانية هل بتعرف تترجم؟ هل بتعرف تتصرف؟ هل بتعرف تلاقي صياق صحيح باللغة اللي انت حت تكتبها سواء كانت لغة عربية أو لغة انجليزية صياق مظبوط لغويا ونحاويا حضرتك تقدر توصل بي المعلومة للقارئ بشكل صحيح ولا لأ؟ طيب تعالوا مع بعض كده نبتدي مع بعض المحاضرة بتاعتنا وهي زي ما قلنا بتتكلم على السكيلز وأول حاجة هنتكلم عليها بارت وان في المحاضرة بتاعتنا هنا هي بارس أوف سبيتش طبعا بدال بدأنا نتكلم عن اللغة أو حضرتك عايز تتعلم اللغة فطبيعي أي بناء آدم بيتعلم بدائيات أي لغة لازم بيبتدي عندنا بالبارس أوف سبيتش يعني أجزاء الكلام أجزاء الكلام هي اللي بتحدد نوع الكلام اللي انت حتتكلمه أو نوع الكلام اللي انت حتكتبه أو نوع الكلام اللي انت حتقرأه هل حضرتك عارف أنواع الكلام؟ طيب إيه هي يا ميستر البارس أوف سبيتش؟ بارس أوف سبيتش يا جماعة هي أجزاء الكلام اللي احنا بنستخدمه في اللغة بتاعتنا طيب هاو ميني بارس أوف سبيتش عندنا موجودين في اللغة الإنجليزية؟ تعالوا نبصوا مع بعض كده وهنمسك كل جزء لوحده وهنبتدي نتكلم عليه زي ما حضراتكم شايفين أول بارت عندنا هو البارت نومبر وان نعون الاسم طيب الناون أو الاسم هو البارت نومبر وان الاسم ده أساسي أو بزقه أساسي من البارس أو سبيتش بتاعتنا طيب تعريف النعون إيه؟ الدفناشن بتاع النعون يعني أنا لو عايز أعرف النعون أو عايز أتكلم وأقول إيه هو النعون؟ لما تيجي تعرف النعون أو عايز تشرح لحد وتقوله ما هو النعون فالنعون بيقول ليه is a word that identifies a person يعني هي عبارة عن كلمة identify the person يعني بيعرف يا إما شخص man or girl engineer friend دي كلها كلمات بتعرف شخص أو بتعود على أشخاص I think ممكن تكون الكلمة النعون دي عايدة على شيء مثلا for example horse wall flower country or an idea quality or state الكلمة أو النعون بتاعنا ممكن يكون عايدة على الحاجات دي كلها ممكن بيعود على شخص ممكن بتعود على شيء ممكن بيعود على فكرة على حاجة فيها جودة أو صفة حاجة مثلا يعني زي ما بنقول حالة state حالة من الحالات زي anger الغضب courage يعني الشجاعة life الحياة likeness تمام likeness يعني الحظ أو البناء آدم اللي هو بيبقى عنده حظ common nouns عندنا أجزاء من بعض النعون أو النعون ممكن ندركه إنه هو لي بعض الأنواع أو types they they type number one common nouns common nouns هي الأجزاء أو الأسماء الدرجة الأسماء المعروفة الأسماء المتعرفة عليها زي كلمة train train يعني كطار plants habitat building يعني مبنى فدي اسمها common nouns type number two collective noun كلمة collective noun يعني الأسماء المجمعة أو الأسماء التجمعية يعني كلمة بتدل على مجموعة ما بتدلش على فرض أو ما بتدلش على شيء واحد بتدل على مجموعة زي مثلا for example كلمة team crowd flock family team يعني فريق crowd يعني ازدحام أو مجموعة من الناس flock flock اللي هو زي ما بنقول عليه serb اللي هو سرب من الطائرات سرب من الطيور family يعني عائلة الكلمات دي يا جماعة هي عبارة عن noun كلمة واحدة ولكن النون ده بيعبر على collective يعني مجموعة أو تجميعا part أو type number three proper noun طيب ال proper noun يعني ايه proper noun زي كده ما بنقول في العربي أو بنقول في اللغة العربية اسم علم يعني اسم علم اسم من اسماء الحاجات المعروفة أو المشهورة دي بنقول عليها proper noun زي مثلا مهال اللي هو طبعا ده معلم سياحي مشهور جدا موجود في الهند اللي هو تاج مهال تاج مهال أو مهال ده عبارة عن معلم من المعالم المشهيرة جدا في العالم ومن ضمن عجائب الدنيا فده طبعا بنقول عليه proper noun زي بردو عندنا حاجة في مصر هنا شهيرة طبعا The Nile اللي هو نهر النيل The Pyramids The Pyramids الأهرامات The Sphinx أبو الهول الحاجات دي كلها بنطلق عليها ان هي اسمها proper noun يعني اسماء علم اسماء مشهورة اسماء معروفة Time number 4 Material noun Material ذا ما انتم عارفين طبعا كلمة material اللي هي المواد اسم مادة زي المواد الخام المaterials المaterials ممكن يكون النعون دوت عبارة عن اسم المادة من المواد اللي حوالينا بنستخدمها في حياتنا العادية في حياتنا اليومية طبعا الحاجات اللي حوالينا بتبقى متصنعة من بعض المaterials أو المواد الخام like gold ممكن تبقى حاجة معمولة من الذهب wood طبعا حاجة معمولة من الخشب iron iron يعني الحاجات المصنوعة من الحديد فبالتالي دي كلها بنقول عليها material noun type number 5 الabstract noun والabstract كلمة abstract دي كلمة بتدل على الأشياء أو الحاجات المعنوية طيب يعني ايها مصطر حاجة معنوية يعني حاجة غير مرئية بالعين المجردة يعني ما نقدرش نحدد شكلها ما نقدرش نحدد ملامحها فدي بنقول عليها abstract abstract يعني حاجة معنوية فالأسماء المعنوية like كلمة love حب luck الحظ experience يعني التجربة أو الخبرة فبالتالي الحاجات دي دي كلها بتدل على حاجات abstract كلمة abstract يعني بتدل على شيء غير مرئي شيء معنوي شيء بيتحس ولكن لا يرى بالعين المجرد اوكي فكده يبقى احنا عرفنا اول part من part of speech بتاعتنا اللي هو noun واخدنا types بتاعته اللي هما قسمناهم ل five types فدلوقتي حضرتك كطالب عارف يعني ايه noun عرفنا definition بتاعه وعرفنا الأجزاء بتاعته طيب تعالوا نبصوا مع بعض كده نعمل يعني check على our understanding بتاعنا الفهم بتاعنا وتعالوا نبصوا على بعض ال exercise اللي معنا بنتكلم هنا مثلا بيقول لي underline the noun in the following sentences and state their kind also يعني مديني بعض الجمل وحنشوف هنحط خط تحت الكلمة اللي هي مفروض بتمثل ان هي noun او النوع بتاعها ان هو noun وكمان بيقول لي ركز في السؤال ويكمله للآخر and state their kind also يعني لا دا انت مش هتطلع النون بس حضرتك هنطلع النون مع بعض وكمان حنقول الطيب بتاعه النوع بتاعه هو ايه؟ هل هو proper noun هل هو abstract وحنشوف مع بعض for example المثال number one the train stopped at the station طيب هنا the train stopped at the station لو جينا بصينا كده وعملنا underline the noun فين هنا النون؟ ايوا صح زي ما انا سامع كده في ناس وهي قعدة بتقول ورايا ان اول كلمة noun هي the train excellent يبقى the train the noun ايه تاني نكمل للآخر الجملة هل لسه في ناونز؟ اه في ناس تتمعها تانية بتقول لي يا مستر كلمة the station excellent يبقى انا عندي the train وعندي كلمة the station the train الكطار the station ده المحطة اوكي تعال على exercise number two a pack of cards is kept on the table طيب ها مع بعض كده نركز شوية pack of cards فين هنا النون؟ اه دي كلها ناون pack of cards يعني pack of cards يعني تجميع الورق او ورق الكوتشينة في عندنا الورق اللي بنلعب بيه الكاردز اللي احنا بنلعب بيه كوتشينة دي اسمها كاردز يبقى ورق الكوتشينة او العلبة بتاعت ورق الكوتشينة مالها skip on the table محطوطة او متروكة عالطرابيزة فيه ناون تاني؟ اه زي ما في ناس سمعها بتقول كلمة the table برضو كلمة the table is a noun طيب example number three the Taj Mahal is a beautiful the Taj Mahal is a beautiful طيب فين هنا النون؟ excellent the Taj Mahal طبعا دي برضو زي ما احنا لسه ذكرنا من شوية ان تاج مهال دي تعتبر ناون proper noun زي ما قلنا نوع ان هو proper noun او اسم عالم اسم من الحاجات المشهورة فزي ما حضراتكو كده شايفين ان الحاجات دي كلها او الامثلة بتاعتنا دي كلها دي بتعتمد على تحديد حضرتك اللي انت بتحدد الحاجات بتاعتك او بتحدد النون بتاعك زي ما موجود في ال examples اللي موجودة عندنا هنا ونقدر نحدد الحاجات دي كلها بشكل صحيح تماما طيب تعالوا بقى ننتنقل للجزء التاني ونخش على part number two من parts of speech بعد ما خلصنا النون اوكي ايه تاني يا مصر نقدر نقول عليه ده one of the parts of speech او واحد من جزء من اجزاء الكلام وهو verb طبعا الverb يعني الفعل ترجمة باللغة العربية معنى الفعل كلام جميل جدا طيب ايه هو الفعل الفعل ده لما نيج نعمله definition a verb describes what a person or thing does or what happens يعني الفعل هو عبارة عن ان هي كلمة describes مالها بتوصف what a person or thing does or what happens بيوصف اللي الشخص او الشيء اللي عمله او ايه اللي حاجة اللي حصلت نتجة من شخص او نتجة من شيء or what happens او بيوصف الحدث عن متن ايه اللي حصل عموما يبقى مش لازم هنا شخص هو اللي بيعمل حاجة عشان الفعل يوصفه لا ممكن تكون حاجة غير عاقل احدثت شيء فهنا الفعل مش مرتبط دايما بالعاقل عشان في ناس تقول لي يا مستر الفعل يعني لازم يكون حد بيقوم به لا الكلام ده غير صحيح بالمرة تماما الفعل بييجي مع الشخص العاقل بييجي مع غير العاقل فالverbs ممكن تستخدمها سواء مع person or thing طيب for example verbs describe an action في عندنا افعال بتوصف حدث action يعني حدث زي ايه jump verb jump طبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين jump يعني يقفز فبالتالي ده بيوصف حدث verb زي stop يوقف يمنع explore يستكشف فبالتالي دي كلها verbs describes an action يعني بتوصف حدث or verbs describes an event يعني ماقول مثلا الverbs ده describe او الافعال دي describe an event بتوصف حدث يعني في افعال بتوصف للحدث العام ايه اللي بيحصل ايه اللي بيداير بشكل عام snow happen يعني snow يعني الدنيا بتنزل تلج او بتنزل زي ما بنقول كده مطر مثلج او happen كلمة verb happen بمعنى يحدث or verbs describe a situation افعال بتوصف situation يعني موقف be seem have دي افعال مواقف بير بيكون بير بيبدو او فعل بمعنى يمتلك فدي كلها افعال situation افعال مواقف or verbs describe a change افعال بتوصف تغير بتوصف حاجة فيها تغير زي evolve زي shrink زي wouldn't الافعال دي بتوصف تغير من حالة لحالة بنقل من شكل لشكل او بنقل من طريقة لطريقة ده كده اسمه change طيب طبعا ال verbs زي ما حضراتكو عارفين لما بيبقى ده من ضمن اهم مكون من مكونات الجمل عندنا في اللغة الانجليزية طيب حد يسألني اش معنى يا مصر جيت على ال verb وقلتلنا ان ال verb ده اهم part من parts of speech عندنا especially in English ليه؟ بالخصوص في الانجليز اش معنى ال verb مهم قوي؟ طيب الكلام ده انا بقوله مش لمجرد الكلام ليه؟ لان حضرتك لو ركزت كده شوية احنا في اللغة العربية بتاعتنا لو جينا قلنا مثلا ايه هي انواع الجمل في اللغة العربية؟ فيه ناس هتقول لي احنا عندنا حاجة اسمها جملة اسمية فيه عندنا جملة فعلية فيه مش عارف شبه جملة فيه الجملة الانشائية الكلام ده كله جميل حالو ولكن احنا في اللغة الانجليزية شكل الجملة سابت جملة الاساسية عندنا مكونها سابت بتتكون من three parts part number one subject فاعل part number two verb الفعل part number three هو الobject المفعول فبالتالي مفيش جملة عندنا في اللغة الانجليزية مفيهش verb عكس اللغة العربية انت ممكن تلاقي في العربي عندك فيه عندنا جمل بتحتوي على افعال ودي بنسميها جملة فعلية وبرضو عندنا في العربي فيه جمل مفيهاش افعال خالص ودي بنسميها الجملة الاسمية احنا عندنا في الانجليش ما عندناش جملة ما فيهاش verb يعني بمعنى تاني لو حضرتك بتتكلم او بتكتب انجليش مفيش جملة ممكن تطلع منك ما يبقاش فيها verb علشان لو انت عملت جملة من غير ما بتحتوي على verb او فعل في اللغة الانجليزية الجملة بتاعتك من صحيحة تماما فبالتالي الفرق ما بين العربي واللغة الانجليزية ان اللغة الانجليزية كل الجمل في اللغة الانجليزية جمل فعلية يعني يجب ان تحتوي على فعل فبالتالي انا قلت لحضرتك ان الفعل يعتبر اهم مكون عندنا في الانجليش لان تقريبا لا تخلو جملة في اللغة الانجليزية من الverb ولو شلت الverb من الجملة كأنك بالضبط شلت الدينامو شلت المحرك من الجملة في اللغة الانجليزية فما بنسمهاش عندنا جملة او ما ينفعش نقول عليها ان هي جملة صحيح طيب بما ان بنتكلم على الverbs فبالتالي حضرتك احنا هنا هنتنقل لحاجة تانية طبعا الverbs بعد ما بنجيبه وبعد ما بنختار الفعل المناسب اللي انت عايز تعبر به ايا كان هو فعل بيعبر عن situation بيعبر عن change بيعبر عن action بيعبر عن event بعد كده الخطوة التانية انت لازم تختار التنس المناسب او الزمن المناسب طيب الازمانة في اللغة الانجليزية احنا عندنا برضو ازمانة كتير في اللغة الانجليزية شوية في اللغة العربية الازمانة معروفة الماضي المضارع المستقبل دي ازمانة في اللغة العربية احنا في الانجليش الفرق اللي احنا الازمانة عندنا متشعبة شوي بمعنى ايه اه عندنا ماضي اللي هو ال past وعندنا مضارع اللي هو ال present وعندنا المستقبل اللي هو future دي الازمانة الاساسية بلاس كمان اللي احنا كل زمن من الأزمنة بتاعتنا دي بيبقى ليها أربع فروع أو أربع درجات أو أربع أنواع زي ما حابب تسميهم سميهم اللي هما درجة السيمبل البسيط الدرجة بتاعة الكونتانيس درجة المستمر الدرجة اللي بعدها درجة البرفكت درجة التام وبعد كده عندنا البرفكت كونتانيس يعني التام المستمر فدي درجات في الأزمنة موجودة في الثلاث أزمنة في زمن الباست موجودة في البرزنت وموجودة في الفيوتر فبالتالي تقريبا عندنا توتل الأزمنة كلهم 12 زمن دول اللي احنا بنستخدمهم للتعبير أو للحديث باللغة الإنجليزية ولو حابب تجيب فعل وتستخدم فعل فأنت لازم تختار زمن مناسب من ضمن الـ 12 زمن بتوعك علشان تحب تعبر به وتوصل للمعلومة بتاعتك صح طيب طبعا التنسز عندنا زي ما ذكرت كده عندنا الـ present symbol عندنا الـ present continuous وعندنا الـ future والـ auxiliary verbs والـ model verbs كل ده موجود والـ past بأنواعه الـ past simple والـ past continuous والـ past perfect كل ده أزمنة مختلفة طبعا مش هنتكلم عليها النهاردة لأن دي كده كده هنقابلها في المنهج بتاعنا وحنتكلم فيهم باستفادة بس اللي أنا حابب أوصله لك في محاضرة النهاردة أني لما تحب هتستخدم verb والـ verb ده كpart من الـ parts of speech حضرتك طبعا بعد ما تختار الفعل المناسب لك لازم تختار الزمن اللي حضرتك حابب تتكلم فيه من ضمن الأزمنة اللي احنا ذكرناها مع بعض من شوية طيب تعالوا مع بعض كده نخش على الـ part number 3 من parts of speech وحنتكلم على الـ adjective what does it mean adjective؟ يعني ايه adjective؟ adjective زي ما انتو شايفين كده مع بعض احنا هنا معناها باللغة العربية الـ adjective اللي هي الصفة طيب ايه الـ definition أود؟ ايه هي الصفة؟ تعالوا كده نعرف الصفة بكلمات بسيطة adjective is a word that describes a noun giving extra information about it اه خلي بالك بقى ركز معايا في الحتة دي كويس قوي بيقولك الـ adjective describes a noun ونخلي بالنا من الحتة دي علشان حنستفد منها في جزء لسه جاي قدام يعني الصفة دي عبارة عن ايه word كلمة that describes a noun بتوصف اسم ركز في الحتة دي كلمة بتوصف اسم تمام giving extra information about it بيدي معلومات زيادة معلومات اكتر عن الاسم ده يبقى تاني الـ adjective is the word that describes a noun giving extra information about it وبيدي معلومات زيادة عنه طيب ليه يا مستر اش معنى قلت لنا نخلي بالنا قوي وحطت تحت كلمة noun كذا خط اه ليه لان هنا ولو احنا مركزين احنا قلنا الصفة بتوصف اسم طيب انا اش معنى اتكيت قوي على الحتة دي لان بعد كده حنقابل بارتو من parts of speech اسمه الـ adverb او الظرف او الحال باللغة العربية دي هتبقى برضو word describe بس مش describes بقى نعون لا describes verb بيوصف فعل يبقى انا عندي نوعين في عندي نوع من parts of speech عبارة عن كلمة بيوصف اسم وبعد كده شوية كده حناخد نوع تاني من parts of speech عبارة عن كلمة بس بتوصف فعل طب خلينا دلوقتي في الـ adjective ونركز فيه شوية ونتكلم عنه بالصفاضة الـ adjectives زي ايه؟ an exciting adventure a green apple a tidy room اه لو شايفين مع بعض كده الكلمات اللي معمولة بالفونت البلو قدامنا في الشاشة هتلاقي ان الكلمات دي وظيفتها ايه؟ يعني انا لما اجي اسأل نفسي كده وقدامي جمل زي كده او قدامي كطعة اسأل نفسك هي كلمة دي وظيفتها ايه هنا؟ بتعمل ايه؟ لو سألت نفسك السؤال دي هتعرف تحدد نوع الكلمة يعني an exciting adventure كلمة adventure احنا عارفين ان هي مغامرة طب المغامرة دي عبارة عن ايه؟ exciting exciting يعني واو شيقة مسيرة ممتعة رائعة كلام جميل يبقى كلمة exciting هنا وصفت نوع المغامرة ولا ما وصفتش؟ اه يا مستر دي وصفت عرفتني ان هي مغامرة كويس مسيرة رائعة يبقى اذا كلمة exciting دي بقت تحت بند تعريف الصفة هي عبارة عن كلمة عملت ايه؟ describes انا وصفتلي الاسم اللي بعده طب تعالى بص كده على المثال اللي بعده لما نيجي مثلا سيه كلمة زي green apple a green apple طيب كلمة apple تفاح كلنا عارفينها دي سهلة وبسيطة طب تعالى كده بصوا على كلمة green green اغضر طب تمام انتوا زي وما انتوا عارفين التفاح ليه انواع وليه اشكال وليه الوان كتير طب انا هنا لما حب احدد نوع معين استخدمت هنا كلمة green عشان اوضح لك ان لنا تفاح خضر النوع ده بالزبط او النوع ده بالتحديد فبالتالي كلمة green هنا عملت ايه اه برضو describes now هنا وصفت الاسم اللي بعده وضحت لشكله وضحت للونه فعرفت من خلال كلمة green نوع التفاح ده ايه فبالتالي كلمة green هنا an adjective تعالى بص على المثال التالي a tidy room a tidy room كلمة room برضو كلمة معروفة جدا اه غرفة اوضة كلام جميل طيب كلمة room كان عون كاسم جاء بلاقي كلمة tidy طب كلمة tidy ديت عملت ايه في ال room tidy يعني ديأ يعني صغير فبالتالي هنا عرفت ان الاوضة اللي انا بتكلم عليها مش اوضة واسعة لا دي اوضة صغيرة اوضة ضيئة فبالتالي هنا كلمة tidy وصفت لي الاوضة شكل او حال الاوضة عمل ازاي فبالتالي هنا كلمة tidy هي عبارة عن a word that describes a noun اللي هو تعريف ال adjective okay